تتوسع يوما بعد يوم دائرة الدبلوماسية الكادية نظرا لمكانة تشات الاستراتيجية في وسط إفريقيا وما تلعبه من دور فعال في مجال تعزيز الأمن بشبه الإقليم ومنطقة الساحل وقد وصل إلى البلاد عدد من سفراء الدول الصديقة الجدد الذين يمثلون بلادهم دبلوماسيا هنا في تشات سعادة لورين أندرسون أول الوافدين إلى قصر تومي حيث قدم توراق اعتمادها إلى رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو سفيرة فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية كندا بالبلاد مع إقامة دائمة بيوند عاصمة الكاميرون السفيرة لورين أندرسون قالت أنها ستعمل على رفع مستوى العلاقات بين كندا والشات وستدعم بلا شك الجهود الاجتماعية التي تقدمها المنظمات الكندية في البلاد منذ زمن بعيد كما تتطلع إلى مزيد من الأنشطة والمشاريع التي تقوّل علاقات بين البلدين تأتي بعد كندا المملكة الإسبانية التي تسعى هي الأخرى إلى رفع مستوى علاقاتها مع الشات وذلك بابتعاثها رافايل جارسيا لومبراريس ليقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية سفيرا للمملكة الإسبانية لدى البلاد مع إقامة دائمة بالعاصمة الكاميرونية يوندي وأكد سفير الإسباني حرص بلاده وتطلعها إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك وتحقيق كل ما من شأنه مصلحة البلدين والشعبين أما جمهورية غانا فقد جاء يحمل حقبتها الدبلوماسية في جات ساعدة أذكبيلا بونيفاس جامبيلا الذي قدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو سفيرا لغانا لدى البلاد مع إقامة دائمة بواجدوغو عاصمة بركنافسو وبعد أن قدم أوراق اعتماده صرح سفير الغاني عن أمله في تحسين العلاقات بين بلاده وشات وقال بأن الروابط الإفريقية لابد أن تشهد طفرة غير مسبوقة مؤكدا أنه يبزل قصار جهده لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستفادة القصوى لشعبين الغاني والشديد وخلال لقائه مع مختلف الدبلوماسيين أشاد رئيس الجمهورية بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط شاد بهذه الدول الصديقة وأكد استعداده لتسهيل المهام الدبلوماسية في البلاد ترجمة نانسي قنقر